تشغل تطورات عدة أفغانستان والعالم بعد سيطرة حركة طالبان الفوضى في المطار تصدر المشهد مع استمرار عمليات الإجلاء وتوافد الحشود واستطلاق طالبان النار لتفريقهم في انتظار مزيد من الإجراءات والخطوات من طالبان تتوالى التحذيرات الدولية من إمساك الحركة بزمام الأمور في أفغانستان فمن ينهي فوضى المطار وعمليات الإجلاء في أفغانستان وكيف تبدو التطورات في البلاد نناقش هذه التطورات مع ضيفنا من لندن رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني توبياس ألود سيد ألود أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار من سكاينيوز عربية تواصل لندن عمليات إجلاء رعاياها وعدد من الأفغان من العاصمة الأفغانية قد تم إنجاز اليوم أيضا معاملات وصول 1600 شخص حطوا في الإمارات وهم في طريقهم إلى لندن هل تتم عمليات الإجلاء سيد ألود كما خطت لها في ظل هذه الصعوبات التي تواجهها؟ نعم أنت محق وصبت في وصف ما يحدث بالصعوبات والفوضى وهذا بالتأكيد يظهر مدى فداحة هذا الخطأ للإنسحاب وترك الأفغان هذا بطبيعة الحال سيسبب هجرة جماعية وأزمة إنسانية وسيقلب ويغير الكثير من المكاسب التي تحققت وخصوصا حقوق النساء وسيفسح المجال للإرهاب ليزدهر ويرتع لذلك هذا فصل حالك ومظلم لأفغانستان وأيضا لتلك الدول التي تعتقد وتؤمن بالمعايير الدولية والمبادئ الدولية على كل الدول أن تتساءل ما الذي يمكن فعله من أجل تجاوز هذه المصاعب بما في ذلك أخذ بعض اللاجئين الأفغان الذين الآن هم في صعوبات عدة فقط لأنهن نساء أو لأنهم عاملوا مع القوات الدولية متعددة للنسيات هل ينجح المجتمع الدولي بالقيام بذلك سيد ألود اليوم كثر من يعتبرون أن الغرب بات أضعف بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان ما من شك في ذلك الغرب أضعف في الوقت الحالي علينا أن نقيم الأضرار التي حدثت وهذه السمعة العالمية التي تلتخت للمجتمع الدولي كان المجتمع الدولي له القدرة في ممارسة النفوذ والتأثير هناك أسئلة كبرى عن دور أمريكا أسئلة كبرى عن دور بريطانيا لأننا تركنا فراغا هناك وسنترك هذا الفراغ يملأ بمصالح إيران وباكستان وروسيا والصين مسبقا بدأ تطور علاقات قريبة مع الطالبان العالم الآن سيصبح أكثر خطرا ونتساءل كيف يمكن لبريطانيا والولايات المتحدة اليوم أن تملأ هذا الفراغ سيد ألود قبل ساعات كانت قد أعلنت بريطانيا عن إجراءات جديدة لربما لاستقبال 20 ألف لاجئ أفغاني على الأمد الطويل هل ستتمكن بتقديركم السلطات البريطانية من استكمال هذه الإجراءات؟ أم أن الأمر سيكون مرتبط تماما بسلوك هذه الحركة طوال لربما الفترة المقبلة؟ نعم بريطانيا في اعتقادي ستكون قادرة على تقديم الدعم والمساعدة لألاف الأفغان الذين سيقدمون لبريطانيا وستكون معهم سخية وأعتقد أن دولا أخرى ستفعل شيء نفسه في رأيي هذا لن يكون كافيا لأن هذا لن يكون مجرد انتقال هادئ لسلطة للطالبان نحن رأينا مسبقا ما حدث في الشمال الأوزبك والتاجيكستيون في نهر البانشير بدأوا مواجهتهم واحتشادهم مزار الشريف أيضا هي مدينة سيحاولون استعادتها وإخراج طالبان منها لذلك تبلور ملامح حرب أهلية أمام أعيننا في المستقبل القريب ما الدور الذي سنفعله من أجل منع حدوث ذلك؟ طبعا الحال وزير الخارجي البريطاني سيد توبياس دوميني كراب أكد أن بريطانيا ستضاعف مساعداتها الإنسانية والتنموية لأفغانستان خلال مرحلة المقبلة بعض الدول أوقفت هذه المساعدات خوفا منها من وقوعها بأيدي طالبان ما الذي يجعل بريطانيا مستمرة اليوم بتقديم كل هذه المساعدات التي ستصل إلى حوالي 393 مليون دولار في ظل الغموض اللي لا يزال يسيطر على المشهد حاليا كما نعلم سيكون هناك كارثة إنسانية رأينا مسبقا عشرة الآلاف الأشخاص يهربون ويفرون من طالبان الدولة الأفغانية ستحتاج الدعم الصليب الأحمر العالمي ما يزال يعمل وينشط في أفغانستان إلى جنب مرضمات مجتمع مدني أخرى علينا أن نجد الآليات والطرق والمنهجيات التي قد تتيح لنا ضمان أن هذا الدعم الإنساني يصل إلى المحتاجين وهذا قد يحتم علينا الحديث إلى الطالبان وتواصل معهم من أجل الحرس على أن كل هذه البرامج ستظل سارية لمساعدة كل الفئات الاجتماعية هل الحديث معهم سيد ألود يعني الاعتراف بسلطتهم على البلاد؟ هذا السؤال الأكبر الآن ليطرح حتى أنه قائد أركان الدفاع البريطاني نيك كارتر قال أنه حركة الطالبان ربما تكون مختلفة هذه المرة وينبغي أن يعطيها العالم متسعا من الوقت لتشكيل حكومة جديدة اليوم ما الذي يجعل دول العالم بالفعل تعطي فرصة جديدة لهذه الحركة؟ نعم أنا أفهمت السؤال ولابد من الإجابة بحذر لأنني جندي قديم وأعرف ما الذي يفحدث في ميادين النزاع يكون هناك خصم ومنافس وعدو ومع ذلك يكون هناك إمكانية للتحاور معه وهذا حسب اتفاقية جنيف ومن هذا المنطلق علينا أن نتوصل مع الطالبان من أجل تيسير الخروج من ذلك المطار الفوضوي والذي تعمه الفوضى التواصل معهم لا يعني أننا نعترف بشرعية الطالبان هناك فرق كبير في هذا الموضوع وهناك تساؤل مما إذا كانوا سيستحقون هذا الاعتراف أم لا كما قلت أنا أتوقع أن الانتقال في السلطة في أفغانستان لن يكون سالسا وسهلا شكرا جزيلا بطبيعة الحال سيد توبياس إلوود رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني على مشاركتك معنا وعلى قراءتك للمشهد الأفغاني شكرا للمشاركة من لندن شكرا للمشاهدة